مسلمون البوسنة يحيون الذكرى السابعة عشر لمجزرات سيبرينيتسا بإقامة صلاة تكريم لضحايا المذبحة الأفضع في التاريخ الأوروبي والعالمي الحديد التي تعارض لها المسلمون في العام خمسة وتسعين تسعة والف مذبحة قرية سيبرينيتسا البوسنية المسلمة التي اختفى سكانها من فوق وجه الأرض في يوم واحد في كارثة إنسانية مروعة نفدها كل من الجنرال راتكم راديتش ورادو فالد كاديتش الذين يحكمني حالياً مام المحكمة الدولية بعد سنوات من الفرار وبمناسبة الذكرى التي راح ذحيتها ثمانية ألاف مسلم تقريباً أعيد دفنه رفات حوالي خمسمائة وعشرين من الضحايا الذين تم العثور والتعرف عليهم منذ الذكرى السابقة للحادث وفي كل سنة تتفتح شراح أقارب الضحايا خطتنا النسوة اللواتي بقين واحدة لكنهن مصرات على المشاركة في أحياء الذكرى التي يتم خلالها كل سنة إعادة دفن رفات الضحايا بعد نبشها من مقابر جماعية موسيقى 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 موسيقى